دفع ظهور قناديل البحر في شواطئ بحر أزوف في شبه جزيرة القرم كثيرين إلى الحذر وسط مخاوفة من أن تعكر هذه الكائنات الرخوية موسم السباحة بلا ساعاتها المؤلمة ألاف من القناديل ظهرت في مشهد غير اعتيادية على السواحل فيما يفسر المختصون هذه الظاهرة بسبب زيادة ملوحة المياه والكثير من العوالق والتقس الحارة لا مكان للسباحة والاستجمام في سواحل بحر أزوف أسراب من قناديل البحر تنافس المصطفين في شبه جزيرة القرم قناديل بحر عملاقة يصل قطر بعضها إلى أربعين سنتيمترا أزعجت مرتدي واحد من أشهر الشواطئ من الصعب السباحة هنا فإذا كنا نرغب في ذلك بشدة علينا أن نتحمل لساعات قناديل البحر المزعجة أكرهما المسه الهلامي البارد علوة على ذلك فإن لساعاتها حارقة عندما تدفعهم بيديك يطلقون سائلا يلدغ ويطرق علامة على اليدين التغير المناخي والأثار المتلتبة عليه من طقس جاف وزيادة ملوحة المياه بالإضافة إلى النقص أعداد السلاحف التي تأكل القناديل ظروف خلقت بيئة مثالية لتكاثر قناديل البحر يتسبب الاحتباس الحراري في تغيرات معينة في توازن العام للمياه في البحر والمحيطات بما في ذلك بحر أزوف ولكن هناك سبب آخر بالإضافة إلى قضية الاحترار وهو هطول الأمطار في مستجمعات المياه معظم هذه القناديل تستوطن البحر الأسود وعندما تتوفر لها الظروف المواتية تنتقل إلى بحر أزوف إلا أن فرضيات كثيرة تجعل ظهورها في غير أوقاتها الاعتيادية بأعداد تتجاوز الآلاف تعكر موسم المصطفين في مشهد ساحر وغريب ينظم إلينا من عمان أحمد سلايمة مدير برنامج ماجستر تكنولوجيا البيئة والتغير المناخية في الجامعة الأردنية أهلا بك معنا ما هي الفرضيات المحتملة لظهور قناديل البحر في عدة شواطئ في العالم في غير أوقاتها وبأعداد تتجاوز المعتاد في البداية نشكرك على هذه الاستضافة وكما نعلم أن موضوع التغير المناخي أصبح له مشاكل عديدة يعني قناديل البحر التي سمعنا عنها هذا التقرير هو أحد المشاكل الناجمة عن موضوع التغير المناخي والاحتباس الحراري وسمعنا في الفترات الأخيرة أنه عدد كبير من قمم الأرض التي تمت القمم الدول الخنيحكي مختلف دول العالم خاصة خنيحكي الدول العظمى اللي فعلا لإيجاد حل مشكلة التغير المناخي اللي أصبحت تؤثر على معظم نواحي الحياة يعني كما نشاهد أنه ارتفاع درجات الحرارة الأرض بسبب طبعا أنه نشاط الصناعي خاصة في العقدين الأخيرة اللي فعلا أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وهذا أدى إلى دوابان العديد من خنيحكي الكتل الجليدية في مناطق القطب المتجمد الشمالي والجنوبي طبعا أدى إلى سقوط الأمطار في بعض الأماكن بشدة عالية وجفاف في مناطق أخرى من العالم طبعا المشكلة الجميع رأيناها الآن في التقرير بالنسبة لموضوع قناديل البحر اللي هي بيرجع سببها إلى موضوع التغير المناخي والذي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المياه مياه البحر في بعض الأماكن وبالتالي أصبحنا أن الأماكن اللي كانت أنه مثلا درجة حرارة المياه البحر فيها قليلة أو منخفضة ما كان فيها قناديل البحر أصبحت الآن مع التغير المناخي درجة حرارتها مرتفعة وبالتالي أدى إلى هجرة وأنه قدوم قناديل البحر اللي طبعا بتأدي إلى فساد موسم الصيف وموسم السياحة نقل أعداد السلاحف إما بسبب الصيد العشوي أو التلوث هو أيضا أحد أسباب الظهور المتزايد لهذه القناديل أليس كذلك؟ يعني صحيح نحن في عنا دائما توازن بيئي يعني أن الكرة الأرضية اللي نعيش عليها عليها توازن بيئي ولكن أن الإنسان للأسف فعلا ساهم في اختلال التوازن البيئي على سطح الكرة الأرضية طبعا عمليات الصيد الجائر للسلاحف ساهم في تفاقم مشكلة أنه قناديل البحر ولكن يعني أنه هذا جانب اللي هو موضوع الصيد الجائر ولكن أنه الجانب الأساسي اللي بيئزة إلى قدوم قناديل البحر إلى مناطق لم تكن قادمة إلها سابقا اللي هو موضوع التغير المناخي يعني الصيد الجائر للسلاحف بيكون أثر على قناديل البحر في أماكن تواجدها السابقة ولكن أنه قدومها حاليا إلى بعض الأماكن حتى في دول شمال إفريقيا كذلك أنه حتى غزوها لبعض السواحل في سواحل تونس والجزائر طبعا كله يعزى إلى موضوع أنه ارتفاع درجة الحرارة اللي هو ناتج عن التغير المناخي ذلك على البيئة يعني إحنا البيئة يعني هناك العلماء الأرض يعني عملوا عدة سيناريوهات ويأملوا أن لا تصل أنه خلال الـ 2100 يعني من هون لتقريبا لـ 70-80 سنة قادمة أن لا ترتفع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين هناك العديد من العوامل اللي بيقوموا بالعمل عليها وخاصة حاليا هلأ مع التغير اللي خلنحكي الإدارة الأمريكية وخلنحكي وجود الديمقراطيين على رأس الهرم في الولايات المتحدة الأمريكية عاد موضوع التغير المناخي إلى الواجهة يعني إحنا كما كنا نعلم أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تكن تأمن كثيرا بموضوع التغير المناخ وبالتالي كانت الجهود الدولية تسير ببطء حاليا مع إدارة بايدن والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أعطى دفع قوية لموضوع أن الحفاظ على البيئة أظهر المتزايد بهذه القناديل عذرا على المقاطعة ما مدى خطورتها على الإنسان وما الحلول التي يمكن أن تتبعها الحكومات وحتى الجمعيات البيئية خصوصا ونحن في فصل الصيف يعني هناك حلين بصراحة الحل الأولاني هو فعلا أنه موضوع العودة إلى التوازن البيئي وبالتالي من خلال الحفاظ على السلاحف التي تتغدى على هذه القناديل البحرية لأنه طبعا وجودها أنه فعلا أحيانا بعض الساعات تكون سامة وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاء البطيئة يعني أن السم قد ينتشر أحيانا إذا كان كمياته كبيرة في جسم الإنسان وممكن أن أؤدي أحيانا إلى الوفاء وحصلت بعض الحالات من الوفيات التي هي ناتجة عن ساعات قنادي البحر الحل الثاني وهو عبارة عن حل عالمي لا تستطيع دولة واحدة القيام به اللي هو عبارة عن الحفاظ على البيئة من خلال التقليل نحكي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وبالتالي أصبحنا نجد في السنوات الأخيرة هناك توجه من مختلف دول العالم للاعتماد على النقل الكهربائي أو النقل الخفض للانبعاثات على الطاقة المتجددة وكذلك أنه تقليل أو زيادة كفاءة الطاقة من أجل الحفاظ على البيئة وأنه تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري هي المشكلة اللي عندنا نحن ظاهرة الاحتباس الحراري اللي بتأدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وبالتالي أنه المناطق اللي شفناها في التقرير كانت يعبار عن مناطق باردة أصبحت درجة حرارة البحار فيها ترتفع وبالتالي أصبحت أنه بيئة خصبة لقناديل البحار فيجب العمل على المحورين اللي ذكرتهم نعم مدير برنامج ماجستير تكنولوجيا البيئة والتغير المناخي في الجامعة الأردنية أحمد سلايمة شكرا لك